ربنا خليك كابتن كريم ودي شعب عزة فاجة من حضرتك ويا رب قنا عند حصل ظهر لك يعني لا سعد انت لعيب كويس جدا والله لسه نفسي تفضل على تركيزك وتفضل على مستواك وحتكون من يعني احسن مدافع في مصر الفترة اللي جاية يا رب كابتن كريم ربنا خليك جزر الله خليك سعد قول لي يعني انت عقدك ناقص له السنة مع النادي الاهل او عن فاضل ان دي اخر سنة مع النادي براهل دي اخر سنة وسامع ان كابتن انا سامع يعني ان كابتن حسام البدري هتكون موجود انت السنة دي في النادي الاهل مش حيوافق على اعارتك لأي نادي محتاجينك في خط الدفاع وفي نفس الوقت لجنة الكرة دلوقتي يعني بتفكر اللي هي تجدد لك عقدك قبل ما ينتهي عشان يبقى ساعد سامير متواجد في النادي الاهل مدى 3 او 4 سنين قادمين ان شاء الله وزي ما حضرك قولت انا سمعت برضي انا محدش كلمه رسمي في النادي بس انا سمعت ان كابتن طلب ان انا ارجع المسلم ده وكن موجود مع الفريق اه رطب في عارة وحاجة وانا برضو كابتن 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 شرف عارة تاني مم عارتين وروحت بالنحس فيدي شكل كويس يعني خلاص الناس شايتني ففي الفترة الجاية لا يكون موجود من النادي لا اما مكنش موجود كنت اخرج يعني بسطة نائية يعني لكن كابتن عشام الحمد الاول اللي مطلعني هو الزماني يعني ذلك تم اخرج يعني فكابتن عبهاياه وسمعت بس انا يعني كسعد يا رسمي ما حدث ن significé conference وبرضو موضوع التجديد برضو أما انا معرفش يعني برضو محدش كلمة شي الرسم لم لكن الحد بده محافظٍ هيكلموك بعد هيكلموك بعد المعسكر اللي جاي بتاع المنتخب الأولمبي اه معرف項 جهم الديت في المنتخب على طفل الصحة الدي카� مفيش ااااااااااااااااااااا لا إن شاء الله يعني تكون موجود وبشكل رسمي مع النادي الأهلي في الفترة جاء المدة طويلة إن ده برضو هيعمل لك استقرار نفسي يا سعد وفي نفس الوقت طموحك أكيد وإنت ناشئ من ناشئين النادي الأهلي أنت تلعف الفريل أول أكيد طبعا فتنكريم وبعدين موضوعا للنادي الجادر وما يجبس بيه مرحيش تفكير بالنسبة لنا كناشئين أو إحنا أولاد النادي لنفكرش خالص يعني عنديها طبعا أكيد موافق وأحبب إنها كن موجود في النادي وشرف ليه إن أنا كن موجود في النادي الأهلي دي حاجة ليس أنا جربت العد عارتين فجربت فيه فرق شاتع صراحة بين النادي الأهلي وبن أي مكان تاني فأتمنى إن أنا كن موجود وده بيتي وتحت أمر النادي في أي وقت يعني طيب قولي أخبارك إيه مع المنتخب الأولمبي ومتوقع الأولمبياد إن شاء الله نعمل إيه في الأولمبياد والله الحمد لله للفترة للفترة لنفسنا كويس مركزيني ممكن دورة لون لعيبة وكهد تنهائين وبهز استفادنا منها رغم المباريات اللي احنا أول مباراة في لانده كان نخسرنا وما قدمناه بشكل كويس لأي كان مبارتين التنين استفادنا وخرجنا بكذا حاجة كويسة إننا لازم نكون مركزين من أول البطلات يعني أول مرتشة في البطلات لازم نكون مركزين فيه كويس عشان ينفعنا عندنا كسر عربي ورائي فالازم يكون مركزين بشكل كويس من اول مرش الاخر مرش النهاردة احنا في معسكر دخلنا معسكر نهاردة كنا واخدين يومين مراحة الحمد لله الظروف كويسة الناس كلها موسوطة طبعا موسوطين عشان معايز تحناه ورجع المدافع بتاعنا معايز خلاص عمل فترة التأهيل بعد الرباط الصليبي اه وموجود معنا فكلنا قلنا موسوطين عشان رجع يعني اول يوم اول معسكر دي معنا ونتمنى له يعني يكون موجود وعندنا الفترة الجاية برضه ونشتغل الكابتن هاني تامرين شوية يبقى فيه تامرين شوية يقرص علينا شوية عشان الفترة الجاية يعني وان شاء الله في الولمبات متساعدين يعني كابتن والله يعني احنا كلنا اول مصر البغزيل احنا نعمل حاجة كويسة معظم المجموعة الموجودة برضو منتخب اولمبي اللي في المنتخب الاول دلوقتي فايبقين نفسها قوية جدا انا عايز اتكلم معاك في النقطة دي دلوقتي بقى فيه خمس مدافعين يعني جمدين جدا احمد حجازي سعد سمير صلاح سليمان محمود علاء ومعازل حناوي مفروض ديختار منهم تلاتة او اربعة القايمة 18 لعيب بس فالمنافسة صعبة جدا يعني مش عايز اقولك انت متوقع ايه لكن يعني برضو الله يكون فعون كابتن هاني رمزي اه طبعا ده مش في المدفعين بس في المجموعة كلها يعني الله يكون فعون وفيك لعيبة كتير كويسة لكن هي المنافسة كويسة الله كابتن كريم واحنا يعني انا عكساعد عنها اه طبعا ده مش موجودة او احنا لمنتخب معا فعلا احنا ندي الصورة كويسة بكلنا شكل كويس و احنا الحمد لله ان القايمة كبيرة كلنا وفاعملين بتوقع ده هي منافسة شريفة وفي الاوث الاخير بالاختيار للجهاز الفني ان شاء الله انا كان معايا مبارح كابتن معتمد جمال وقال ان انتو هتبدأ المعسكر النهاردة وبيحاولوا يعملوا لكم قبل ما تسافروا السعودية عشان كسل عرب تسافروا الامارات تعملوا معسكر او تلعبوا ماتشاط مع المنتخب الاماراتي على حساس تستعدوا بشكل كويس قبل بطوله تكسل عرب كمان وفعلا نفس الكلام اللي هنالك قبتنيني النهاردة وما نستطيعين الموافعات يجي عشان برض يكون فيه استعداد جايب وهم صراحة منها شاء الله بشتغل بيحاول يعملنا اكبر ماتشاط اكبر كدر من الماتشاط بحاس ان احنا نوصل لها اكبر درجة عالية من الامتجام مع بعدينا وكده ويكون فيه يعني جوه المعسكر وجوه الفريق خلاص يعني اللعابة كلها واحد كله فيه تفاهم بلهم ببعض طب نتمنى الفتر الجاي برضو ان احنا نتعب شوية كمان وكبتنين انا ممكن نردكم بيتكلم ان احنا نحاول نتعب في جهاز واحنا كالعيبة نتعب ونحاول نتفادل اختار الفتر الفاتد بحيس ان احنا على الولمبياد ان شاء الله نكون وصلنا لاحسا مفور مغينا ونعمل حاجة لنا في شعراتنا كده وشارب بلدنا ان شاء الله يا سعد اتمنى لك التوفيق والكل اللعابية للمنتخب الولمبيو